اشتركوا في القناة اكبر ارتروبود وهو مخلوق لا فقري يشبه الدودة لكن بحجم اكبر اكبر بكثير قد يصل الى 8.2 قدم ورغم كل من حجمه وشكله المخيفين الى ان العلماء يعتقدون انه كان حيوانا عشبا سكن الغابات المطرية واتخذ الاعشام كغذاء الله فيما تولى ظهره المليئة بالاشواك مهمة حمايته من الحيوانات التي قد تحويل اكله سمكة كارتيلا جينوس وهي عبارة عن سمكة قرش كبيرة الحجم عرفت باسم ميدلادون وحسب المختصين فان هذا النوع قد يبلغ طونه 70 قدما وبفضل الاحافير التي تم ايجادها تأكد العلماء من امتلاكه فمن بطول 4 الى 6 انشات مليء بالاسنان لدرجة انه كان قادرا على ابتلاع حوت صغير اكبر الافاعي وهو نوع منقرض يعرف باسم تايتانا بوا يمكنه ان يأكل تمساحا كاملا بسهولة وينمو لطول قد يبلغ 56 قدما ويصل لوزن يبلغ 2500 باون حسب مختصين فقد استوطن غابات كولومبيا المطرية وكان هو المتواجد اعلى الهرم الغذائي يأكل اي حيوان صادفة اكبر الحشرات الطائرة واسمها ميغاني روبسيس وهي عبارة عن حشرة استوطنت امريكا الشمالية وكان حجمها اكبر من رضيع بشري بلغ حجمها 24 انشا ويعتقد انها عاشت قبل 150 مليون سنة في المياه الضحلة والمستنقعات وتغذت على حشرة اخرى مختلفة اكبر حيوان بري وهو ديناصور يسمى سبايناصورس حجمه يتجوز في لين مجتمعين اي ان طوله يتجوز الاربعين قدما فيما قد يبلغ وزنه 20 طنا ويعتقد العلماء انه عاش في افريقيا قبل 100 مليون سنة اكبر حيوان ثديية وهو حوت ما زال في الوجود نعرفه باسم الحوت الازرق ينتمي لفصلة الثدييات قد يبلغ طوله 105 اقدام بوزن قد يصل الى 190 طنا وهو ليس اكبر حوت فقط بل اكبر ثدي على وجه الارض اكبر سمكة بوني عاشت منذ اكثر من 100 مليون سنة وتم اكتشاف مقياها العظمية حديثا ويعتقد انها اكبر حيوان سكن البحار بطول قد يبلغ 54 قدم اكبر حيوان مامول ويسميه العلماء باراسيريا ثيريوم وهو من فصلة الحيوانات العاشبة يتميز الذكور بحجم اكبر من الاناثة ويمتلك هذا الحيوان جمجمة تبلغ 5 اقدام طولا وحجمه 30 قدما عرضا و25 قدما طولا اكبر حيوان طائر هو ديناصر يسمى هاتزيغوبتيركس ويعتبر اكبر حيوان طار في السماء ويمتلك جنحين بطول 50 قدما تم اكتشاف بقياه السنة 2002 وتميز ايضا بامتلاكه جمجمة اكبر من بقية اعضاء جسمه دون ان يمتلك اسنانا ما يرجح انه كان يبتلع طرائده اكبر الحيوانات عرضا وهو ديناصر اخر عرف باسم انفيسيلياس بلغ حجمه 200 قدم عرضا و33 طولا وقد يصل وزنه الى 120 طن تميز بعنق وذيل طويلين جدا وكان عاشبا ولمن كان يشهد كرتون فلينستون فقد يعرفه وهو يظهر كوسيلة للبناء تمتطيها الشخصية الرئيسية ما هي اراءكم حولها؟ شاركونا اجوبتكم في التعليقات اسفل الفيديو ولا تنسوا تسجيل يعجابكم والالتحاق بقناتنا لمزيد من الفيديوهات المنوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة